ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجي الأمير فيصل بن فرحان السعود أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لبحث آخر التطورات في فلسطين والمنطقة وقالت الوكالة أن الوزيرين استعرضا العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة وسبل دعمها في المجالات كافة إضافة إلى أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين والمستجدات في المنطقة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون سويا العيش في أمن وسلام وأوضح نعتقد أيضا أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون على قدم المساواة العيش في سلم وأمان وتمتع بقدر متساوى من الحرية والازدهار والديمقراطية وأضاف ستستمر إدارة في التواصل مع الفلسطينيين والإسرائيليين وغيرهم من الشركاء الإقليميين للعمل نحو تهدئة مستدمة